اشتركوا في القناة يا أملاً ينساب في سواق الحياة يحمل معه الفرحة المشوبة بالأحزان قلوبنا وحق عينيك الغاليتين تنتظر قبل العيون متى يبتسم الطريق ويتراقص جانباه فرحاً للقادم الذي يطوي السنين يحمل على أكتافه آلاماً ثقيلة أنا وأنت من جملة أسبابها الكوفة بانتظارك يا إمام وصلاتنا وحق ترى بقدميك بلا طهور ولا صلاة إلا بطهور نحن نتوضع ونصلي ولكن من دون نظرة عينيك فصلاتنا بلا طهور وديننا من دونك ظلام دامس يبحث عن نور يا نور الأنوار يا سر الأسرار متى الإشراق من عقل مفتاق من قلب مشتاق ولسان تتدفق منه الأشواق سلام عليك سلام عليك سلام عليك وأنتم سلام عليكم برنامج الخاتمة الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة حلقات عنوانها أسئلة أجوبة صور وحقائق من واقعنا الشيعي المرجعي المرجعي البتري العباسي التافة الحلقة أثامنة بعد الثلاثمئة ضحكوا علينا وصنعوا منا مضحكة لهم أعني أعني مراجع النجفي وكربلا مراجع حوزة طوسي ضحكوا علينا فيما مضى أعني على أجيال ونزال ونزال يضحكون علينا على أجيالنا لاحق ضحكوا علينا وصنعوا منا مضحكة لهم ولأبنائهم وأصهارهم وأحفادهم وصبيانهم وجلاوزتهم ووكلائهم وعبيدهم الخلاصة في أيامنا هذه بدلوا لنا الرفيق المناضل بالحج المجاهد ووقفنا صفوفا كي نلقي السلام على الحج المجاهد ابن آوى ابن الكرام حدثونا حتى دوخونا عن ذكاء الحج المجاهد أخبرونا حتى أقرفونا عن تقوى الحج المجاهد عن نضاله السلبي أيام الكفاح لكنهم نسوا أن يخبرونا عن شهادته المزورة وعن عقود نكاح متعته بأخطائها الشرعية الفاضحة غير المبررة وعن غسيل أمواله في دبي وعمان وبيروت وطهران وأنقر لم يخبرونا عن جهله المضحك عن ثقافته المبعثر وعن فساده وفساد أولاده وأصهاره وكل أسرته الموقر إنه مقرف مقرف مقزز هذا الحج المجاهد إنه مقرف مقزز هذا الحج المجاهد لا يحسن شيئا نافعا إلى الحد الذي لا يرتب مظهر كل ما عنده تجهم وجه وله كلام متخلف ورياء عبادة ونفاق سياسة وعقل مسخر إنه مقرف مقرف مقزز هذا الحج المجاهد لا يحسن شيئا نافعا إلى الحد الذي لا يرتب مظهر كل ما عنده تجهم وجه وله كلام متخلف ورياء عبادة ونفاق سياسة وعقل مسخر وما ذاك بمستغرب فأسوته العليا شيخ تحفة أنتيكة من بغايا العصر الجليدي من شيوخ المقبرة من مراجع حوزة الطوسي في النجا وما ذاك بمستغرب على الحج المجاهد على عقله المسخرة وما ذاك بمستغرب فأسوته العليا شيخ تحفة أنتيكة من بغايا العصر الجليدي من شيوخ المقبرة إنها مقبرة العقول وحيث تعبد العجول وتضيع فروعنا والأصول يحكم الجهل فيها عرضا وطول إنه واقعنا الأخبر الذي يبقى يقول لا صوت يعلو لا صوت يعلو لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة مقبرة 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 دينها ونحر حسين مناقض بالتمام والكمال لدين حيدر إنه لمام من سفاهات النواصب وقذارات قطب وأشباهه وبعض الثرثة هذا هو دينه إنه لمام من سفاهات النواصب وقذارات قطب وأشباهه وبعض الثرثرة لا صوت يعلو لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة إنها مقبرة العقول وحيث تعبد العجول ولا صوت فيها إلا الخوار إن ابن أهوى يمرح في الديار ولا صوت فيها إلا الخوار إن ابن أهوى يمرح في الديار ويأمر الشيعة بالسجود لعجل يروح وعجل يعود إن ابن أهوى يمرح في الديار ويأمر الشيعة بالسجود لعجل يروح وعجل يعود هكذا عبدناهم مراجع الحوزة عجولاً بعدها تأتي عجول هكذا عبدناهم مراجع الحوزة عجولاً بعدها تأتي عجول وورثناها سفيهاً عن حمار عن جول رواية عالية الإسنات هكذا عبدناهم مراجع الحوزة عجولاً بعدها تأتي عجول وورثناها سفيهاً عن حمار عن جهول ولهذا أعرض عن حديث الرسول وآل الرسول واستمهت بكل ما أهت دفاعاً عن ظالمي وقاتل البتول واستمهت بكل ما أهت دفاعاً عن ظالمي وقاتل البتول قد أبعدونا قد أبعدونا عن إمام العصر عن أصل الأصول قد أبعدونا قد أبعدونا عن إمام العصر عن أصل الأصول ضيعونا ضيعونا وضاعوا ضيعونا وضاعوا لا عقل ولا رأي حصيف ضيعونا 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 وضاعوا لا عقل ولا رأي حصيف يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضاراتكم يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضاراتكم من حمير الطوس والنهج السخير يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضاراتكم من حمير الطوس والنهج السخير صدقوني صدقوني ما فيهم ولا واحد شريف ضيعونا 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 وضاعوا لا عقل ولا رأي حصيف يا حمير الأرض إننا نشكو إلى حضاراتكم من حمير الطوس ونهج السخير صدقوني صدقوني ما فيهم ولا واحد شريف ونهيقهم هذا فاسمعوه لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة ونهيقهم هذا فاسمعوه لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة مقبرة 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 إنها مقبرة العقول الفاتحة على عقول الشيعة منذ سنة 448 للهجرة حين أسس الطوسي حوزته المشؤومة في النجاة وإلى هذه اللحظة الفاتحة فاتحة هذا هو الجزء الثاني عشر من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية وقعنا واقعنا الشيعي ما بين التعجيل والإرجاء لازلت في التطبيق الثاني من التطبيقات العملية في واقعنا الشيعي من خلال هذه الحلقات التطبيق الثاني عنوانه المرجع الجديد محمد باقر الإرواني وهذا هو القسم السادس من حديثي بهذا الخصوص في الحلقة الماضية لم يسعفني الوقت كي أكمل حديثي بخصوص معرفة إمام جماننا بوقت ظهوره الشريف سأعرض لكم مرة أخرى ما تحدث به باقر الإرواني في هذه المسألة كي واصل حديثي من حيث انتهى في الحلقة الماضية رجاء اعرض لنا الفيديو الذي يتحدث فيه باقر الإرواني عن عدم معرفة إمام زماننا صلوات الله عليه بوقت ظهوره الشريف لتوقت زمن لظهور الإمام شوكت يظهر الإمام صلوات الله عليه في العام المقبل ش مدري كتب العام المقبل أصب منه قال هو الإمام يدري شوكت يظهر هو الإمام ما معلوم همات لعله هذه من الأشياء التي علمها يختص بالله عز وجل نقول حتما الإمام يظهر في السنة الآتية أو يظهر بعد شهر أو يظهر لا يحتمل يظهر باشر يحتمل يظهر بعد سنة يحتمل يظهر بعد مئة سنة كل احتمال جزيم ما موجود فإذا لا تصر من الوقاتين والمؤقتين توقت أنه حتم هذا ليس بصحيح أصلا منه قال هو الإمام يدري شوكت يظهر هو الإمام ما معلوم همات إلى آخر هرائه وحديثه هذا في الحلقة الماضية الماضية عرضت بين أيديكم باقة من آيات الكتاب الكريم تتناول هذا الموضوع لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام لكنني في آخر الحديث في الحلقة الماضية قرأت قرأت عليكم مما جاء في زيارة من زيارات إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وقد قرأت عليكم من مفاتيح الجنان وها أنني أيضا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان الزيارة التي أولها السلام على الحق الجديد والعالم الذي علمه لا يبيد لا يبيد لا يتطرق إليه الهلاك لا يتطرق إليه الفناء علم ثابت مشرق مستقر ممتد متسع ليس هناك من إبادة لهذا العلم هذا علم حي على طول الخط على طول خط الوجود وعلى طول خط الحياة السلام على الحق الجديد والعالم الذي علمه لا يبيد علم لا يتطرق إليه السهو والنسيان فالنسيان آفته العلم علم لا يخالطه الجهل الجهل بكل أشكاله أكان جهلا بسيطا أم كان جهلا مركبا كل أنواع الجهل وكل أنواع النقص التي تجعل العلم مجزوءا ليست له من إحاطة كاملة العلم العلم الذي لا يبيد العلم المنزه عن السهو والنسيان العلم الذي لا يخالطه جهل لا من الجهل البسيط ولا من الجهل المركب الجهل البسيط أن يجهل الإنسان ويعلم أنه يجهل والجهل المركب أن يجهل الإنسان ويجهل أنه يجهل وهذه طامة مراجع الحوزة جهال أخبياء أخبياء وهم لا يعلمون ذلك يتصورون أنهم من العلماء النوابغ الأذكياء هذا هو المرض الذي فتك بحوزة النجفي وكربلاء منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة حينما أسست هذه الحوزة الجهل المركب هو الذي يعصف فيها ولذا تشاهدونهم من دون حياة يخرجون على شاشات الفضائيات يتحدثون بجهلهم بكل ثقة لأنهم يتصورون أنهم على علم هم لا يعلمون أنهم أخبياء لا يعلمون أنهم حمير يخرجون على الشاشات ويرتقون المنابر يرتفع نهيقهم وهم يتصورون أنهم يغردون تغريد البلابل ينهقون نهيق الحمير بل يفعلون أكثر من ذلك يخرجون أصوات أسافلهم من أفواههم من أعاليهم وهم يعتقدون أن الحكمة وأن المعرفة تفيض من أفواههم القذرة الوسخة التي اتسخت بقذارات الفكر الناصبي العلم الذي لا يبيد هو العلم المنزه عن كل تلك القذارات علم يسمو على السهو والنسيان علم يسمو على الجهل البسيط والجهل المركب علم يسمو فوق الشبهات علم يسمو على كل مراتب العلم التي هي علمنا العلم الكسبي هو علمنا نحن نسعى نتحرك نتعلم كي نحصل العلم حين نتحدث عن العالم الذي علمه لا يبيد فعلمه منزه عن هذه النقائص التي تعد كمالا بالنسبة لنا كمالات هنا نقائص نحن نقنع أنفسنا بهذه الكمالات هذا العلم علم متسع علم واسع ليس له من حدود حتى هذا التعبير في أحاديثهم الشريفة من أنهم يعلمون علم ما كان وما يكون وما هو كائن هذه التعابير ضيقة الأفق هذه التعابير لا تفي بحقيقة الغراض لكن اللغة لا تمتلك أكثر من ذلك من هنا تبقى المعاني حبيسة في زنزانات هذه الألفاظ ومن هنا تتقيد العقول بقيود وسلاسل محدودية اللغة هذا هو الذي عندنا فماذا نصنع لقدراتنا وقابلياتنا وقابلياتنا علم متسع من دون حدود فكيف نتوقع أن علماً بهذه المواصفات لن يكون محيطاً بمعلومة ترتبط ارتباطاً مباشراً بمشروع إمام زماننا كيف نتخيل أن لا يكون عالماً وعارفاً بوقت ظهوره الشريف قلت لكم في الحلقة الماضية وأنا أتحدث في هذا الموضوع أشعر بسخف يهيمن على حالة النفسية هذا سخف في القول وسخف في الكلام ولكنني مضطر أن أجاري سخف السخفاء مضطر أن أجاري تفاهة التافهين مضطر أن أجاري جهل الجهالي بل جاهلية الجاهليين الذي لا يعرف إمام زمانه إن كان حياً أو كان ميتاً فهو جاهلي وإن مات مات ميتة جاهلية هؤلاء ليسوا جهالاً فقط وليسوا تافهين فقط وليسوا سخفاء فقط وليسوا سفهاء فقط هؤلاء بالإضافة إلى بتريتهم ومرجئيتهم ومرجئيتهم هؤلاء جاهليون يعانون من جاهلية واضحة ومنطق هذا المتحدث أدل دليل على ذلك هو لا يعرف إمام زمانه وفي الوقت نفسه يفترضون في أنفسهم أنهم نواب لصاحب الزمان كذابون دجالون هؤلاء السفهاء السخفاء أي نائب للحجة ابن الحسن لا يعرف أن الإمام كما هل يعلم بوقت ظهوره أو أنه لا يعلم مثلما يقول نائب إمام الزمان هذا الذي عينه السستاني مرجعا أعلم للشيعة هنيئا للشيعة بهؤلاء الفطاح بهذه التعاف بهذه الأحفوريات هؤلاء أحفوريات هكذا يقول هذا الأحفورية التي لا ندري أين عثروا عليها يقول أصلا من قال هو الإمام يدري إيش وقت يظهر هو الإمام مع معلومها مات في زيارة آل ياسين التي وردتنا من الناحية المقدسة لازلت أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان هكذا نقرأ في زيارة آل ياسين نخاطب الحجة بن الحسن السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه هذا هو ترجمان كتاب الله مرّة مرّة علينا في الحلقة الماضية ما قرأته عليكم من تفسير القمي رواية عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في معنى حَا مِيم عَيْن سِين قَاف أول سورة أشورى بعد البسملة حَا مِيم عَيْن سِين قَاف إمامنا الباقر بيّن لنا من أن الرموز هذه تشير إلى أعداد سني القائم ومن أن العلم كله من أن كل العلم في عَيْن سِين قَاف كُلُّ الْعِلْمِ الَّذِي يَرْتَبِطُ بِالْمَشْرُوعِ الْمَهْدَوِي الْأَعْظَمِ هَذِهِ الرُّمُوزُ مَفَاتِيحُ خُزَانَةِ عِلْمٍ عَظِيمٍ مُتَّسِعٍ مُتَكَامِلٍ يَرْتَبِطُ بِالْمَشْرُوعِ الْمَهْدَوِي الْأَعْظَمِ وَأَسْرَارِهِ وَتَفَاصِيلِهِ وَشُؤُونِهِ وَمِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ مَوَاعِيدُهُ وَمَوَاقِيتُهُ وَأَزْمِنَتُهُ وَأَمْكِنَتُهُ مَوَاقِينَتُهُ الذي هو ترجمان لكل تلك التفاصيل هو هذا الذي نسلم عليه في هذه الزيارة إنه الحجة بن الحسن السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه إنهم صلوات الله عليهم تراجمة وحي الله هكذا نسلم عليهم في الزيارة الجامعة الكبيرة وَحَفَضَةً لِسِرِّهِ أَنتُمْ سَادَةِ جَعَلَكُمْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَحَفَضَةً لِسِرِّهِ وَخَزَنَةً لِعِلْمِهِ فَكُلُّ عِلْمِهِ مَخْزُونٌ لَدَيْكُمْ فَكَيْفَلَا تَعْلَمُونَ بِوَقْتِ الظُّهُورِ كَيْفَلَا تَعْلَمُوا يَهْبَقِيَّةَ اللَّهِ بِوَقْتِ الظُّهُورِ وَأَنتَ خُزَانَةُ عِلْمِ اللَّهِ كلُّ عِلْمِهِ وَحَفَضَةً لِسِرِّهِ هؤلاء يقرؤون الزيارات ألطف شيء باقر الإهرواني عنده شرح لزيارة الجامعة الكبيرة لا أدري كيف شرحها إذا ما حان الوقت أن ندخله في السهنار سنمر على شرحه العظيم للزيارة الجامعة الكبيرة وحفظةً لسره وخزنةً لعلمه ومستودعاً لحكمته وتراجمةً لوحيه هؤلاء هم محمد وأهل محمد تلاحظون أن النصوص متسقة تمام الاتساق مع آيات الكتاب الكريم التي مرت علينا وَأَشَرْتُ إِلَى مِثَالٍ مِنْهَا فِي حَاْمِيمْ عَيْنْ سِينْ قَافِ نذهب إلى فاصل قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ سَيَأْتِي زَمَانٌ عَلَى أُمَّةِ لَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمَةِ وَلَا مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمَةِ يُسَمَّونَ بِهِ وَهُمْ أَبْعَدُ النَّاسِ مِنْهِ مَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةِ وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ الْهُدَى فُقَهَاءُ ذَلِكَ الزَّمَانِ شَرُّ فُقَهَاءَ تَحْتَ ظِلِّ السَّمَاءِ مِنْهُمْ خَرَجَتِ الْفِتْنَةُ وَإِلَيْهِمْ تَعُوتِ عن أبي خديجة قال قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليك لا يخرج القائم حتى يخرج إثنى عشر من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليك ينادي مناد باسم القائم قلت خاص أو عام قال عام يسمع كل قوم بلسانه قلت فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه قال لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس في زيارة الندبة زيارة الندبة زيارة وردت من الناحية المقدسة هي غير دعاء الندبة قد تلتقي في كثير من عبائرها مع زيارة آل ياسين المشهورة والمعروفة والتي قرأت شيئا منها قبل قليل من المفاتيح من مفاتيح الجنان هأنني أقرأ من الجزء التاسع والتسعين من بحار الأنوار للمجلس وطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة الثالثة والتسعين مما جاء في هذه الزيارة الشريفة السلام عليك أيها العلم المنصوب لا أريد أن أشرح كل الكلمات وإنما أذهب إلى موطن الحاجة التي ترتبط بموضوع الحلقة هذه الخطاب لبقية الله الأعظم السلام عليك أيها العلم المنصوب علم منصوب في الوجود أركانه ثابتة في التكوين هذا هو إمام التكوين والتشريع هذا هو إمام الزمان والمكان هذا هو إمام الغيب والشهادة هذا هو إمام السماء والأرض هذا هو إمام النهسي وغير الناس من كل الخلائق هذا هو إمام الكيف والأين هذا هو ابن الحسين إنه القائم المهدي صلوات الله وسلامه عليه السلام عليك أيها العلم المنصوب والعلم المصبوب العلم المصبوب هو العلم الوهسع الذي يغطي كل شيء فإن الله حين صبه صبه فوق كل شيء علم مصبوب هذه لقطة تأتي منسجمة مع الزيارة الجامعة الكبيرة وذل كل شيء لكم وذل كل شيء لكم هذا علم مصبوب على كل شيء العلم المتسع العلم المتسع قلت لكم من أن الذي يفقهما في الكتاب الكريم ويفقهما في زياراته وأدعيته ورواياته يجد الكلام هذا سخيفا جدا أن أناقش أن أبحث في إثبات جزئية العلم بها لا يعد علما بالنسبة لمحمد وآل محمد وقت الظهور جزء من برنامج هم خططوه وهم أسسوه وهم أنشأوه هذا برنامجهم ومواعيده هم الذين يعددونها الإمام يقدم وقت الظهور يؤخره هذا شأنه هذا برنامجه وهذا الوقت جزء من برنامجه الحديث عن هذا الموضوع في غاية السخف لكنني مضطر أن أجاري السخف هؤلاء السخفاء من آيات الله العظمى السلام عليك أيها العلم المنصوب والعلم المصبوب حينما أتحدث عن الجميع لأن الجميع يتحدثون بنفس منطق الإيرواني الإيرواني لم يأتي بهذا الكلام من عنده هذا الذي تحدث به الإيرواني يتحدث به الجميع الأموات تحدث به الأحياء يتحدثون به والقادمون القادمون في مستقبل الأيام يتحدثون به لماذا؟ لأنهم يشربون من آنية قذرة نجسة واحدة القذارة التي عندهم متساوية عند الجميع تفاهتهم واحدة سخفهم واحد حماقتهم واحدة جهالتهم وجاهليتهم واحدة هذه هي الحقيقة من الآخر الذين لم يطلعوا على هذه التفاصيل فليعود إلى برامج التي تنتشر على الإنترنت وتنتشر فيها الوثائق والحقائق والدقائق التي تثبت سخف هؤلاء وتفاهته أعود إلى الزيارة الشريفة السلام عليك أيها العلم المنصوب والعلم المصبوب حتى تقول الزيارة الشريفة السلام عليك يا صاحب المرأة والمسمع الذي بعين الله مواثيقه وبيد الله عهوده وبقدرة الله سلطانه إذا كانت منافذ المعلومات الحسية هذه منافذ المعلومات الحسية بالنسبة لنا المرأة المسمع علم محمد وآل محمد علم إحاطي ليس كعلمنا ولكنني سأذهب مجاريا مجاريا لهذا الواقع الشيعي المرجعي المرجعي البتري العباسي التافه ما هذا سأصنع هو هذا الواقع الذي أنا أعيش فيه أجاري هذا الواقع إذا كانت منافذ المعلومات الحسية للحجة بن الحسن هذا هو حالها فماذا حال عقله وقلبه ماذا تقولون وماذا حال بصيرته إنني أقيسه عليه وعليكم فأنا وأنتم معلوماتنا الحسية منافذها معروفة حواسنا ومنها المرأة والمسمع من أهم منافذ المعلومات الحسية وعقلنا ووجداننا الذي قد يعبر عنه بقلبنا أيضا وفطرتنا وبصيرتنا إذا كان لنا من بصيرة هذه منافذ العلم والمعرفة والإدراك عندنا سأقيس الحجة ابن الحسن علي وعليكم إذا كان مرآه ومسمعه هكذا فكيف بعقله ووجدانه وفطرته وبصيرته السلام عليك يا صاحب المرأة والمسمع الذي بعين الله مواثيقه وبيد الله عهوده وبقدرة الله سلطانه نحن نقرأ في أحاديثنا في المؤمنين في شيعة أهل البيت من أن العبد إذا تقرب إلى الله بالنوثل وأحبه الله فإذا ما أحبه سبحانه وتعالى هو الذي يقول كنت عينه التي يبصر بها هذا يمكن أن يصدق عليه وعليكم حتى هذه الزيارة جاءت بلسان المدارات كنت عينه التي يبصر بها إلى أن يقول الحديث وكنت رجله التي يسعى بها الحديث عني وعنكم لا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل عبدي هو أنا وأنتم سبحانه وتعالى يقول وكنت رجله رجلي أنا أرجلكم أنتم وكنت رجله التي يسعى بها كيف سأفهم هذه العبائر في هذه الزيارة الشريفة السلام عليك يا صاحب المرأة والمسمع الذي بعين الله مواثيقه يا بقية الله وبيد الله عهوده وبقدرة الله سلطانه إلى أن تقول الزيارة الشريفة السلام عليك يا محفوظا بالله هذا الكيان المحفوظ بالله الزيارة ما قالت من أن الله قد حفظك فإن الله يحفظني أيضا هو محفوظ بالله محفوظ صيغة مفعول أنا لا أريد أن أذهب بعيدا في أغوار هذه العبارات كلامي يرتبط بموضوع الحلقة السلام عليك يا محفوظا بالله محفوظ صيغة مفعول وهذه الباء هذه باء الملابسة أحد معاني مراتب باء السببية هذه دلالة عميقة جدا السلام عليك يا محفوظا بالله الله نور أمامه وورائه ويمينه وشماله وفوقه وتحته السلام عليك يا مخزونا يا مخزونا في قدرة الله نور نور سمعه وبصره سمعه وبصره ليس معه أين إنه مخزون في قدرة الله هو كله مخزون في قدرة الله وهذا مستوى من مستويات التعبير وإلا في دعاء البهاء اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء وكل قدرتك مستطيلة اللهم إني أسألك بقدرتك كلها القدرة التي استطال بها على كل شيء وذل كل شيء لكم إن إنهم هم 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 ولا يوجد غيرهم وذل كل شيء لكم اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء السلام عليك يا مخزونا في قدرة الله نور نور سمعه وبصرة هذا الذي نخاطبه بهذه الأوصاف كيف نصوره إماما أبله لا يعرف مواعيد عمله ومواق برنامجه أي إمام أبله هذا الإمام الذي يصوره هذا المرجع الأبله هؤلاء المراجع السخفاء هؤلاء المراجع التافهون كيف يصورون لنا إمام زماننا بهذه الصورة السخفة البلها نحن نخاطبه في دعاء الندبة الشريف هكذا نخاطبه أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء فهل يمكن أن يكون هناك جزء من الجهل في هذا الوجه الذي نتوجه إليه والذي هو وجه الله هل تتوقعون هذا إذا كنتم تتوقعون هذا روح اشتروا بعقولكم قرقيري هو كلام يقال أصطلح عقل لديكم حتى تشتروا قرقيري لأن القرقيري له قيمة القرقيري هو نوع حلوى شعبية في العراق إنها زهيدة الثمن الأطفال في الأحياء الفقيرة يشترونها بثمن زهيد جدا فأكذا يقال في ثقافتنا الشعبية لصاحب العقل الصغير لصاحب العقل القليل يقول له لروح اشتروا عقلا قرقيري في الحقيقة القرقيري إلى قيمة وإن كانت زهيدة لكن عقولكم إذا تتوقع أن وجه الله يخالطه الجهل ونحن نتوجه إليه ما أدرش أقول لكم ما هكذا نقرأ في دعاء الندبة أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء فهل يتوجه الأولياء إلى وجه نحن نخاطبه بأنه هو وجه الله يتوجهون إلى وجه يخالطه الجهل أي منطق هذا وأي سخف هذا هذا السخف لا أتوقعه عندكم يا أبناء وبناتي هذا السخف موجود فقط عند المراجع فقط عند آهات الله العظمى أنتم أنتم تلامذة الثانوية تلامذة المعاهد من أبنائي وبناتي طلاب الجامعات عقولكم أرقاب كثير من عقول هؤلاء التافيين ولذا أقول لكم دائما نظف عقولكم من القذارات التي لحقت بها من تفاهات مراجع النجف وكربلا ودائما أقول لكم من أن اهتمام بكم ناشئ من توصيات إمامنا الصادق فإنه يقول من أن قلوب الأحداث يتحدث عن أحداث شيعته وهم الشباب من أن قلوب الأحداث من شبابنا وشاباتنا من شباب شيعة الحجة بن الحسن من أن قلوب الأحداث إلى حديثنا أميل ليس كهؤلاء السخفاء هؤلاء يملكون مخا كثيفا مخا ثقيلا هؤلاء أغبياء هكذا يتصورون إمامهم من أنه إمام أبل هذا التصور ناشئ من الأسباب التي أشرت إليها في الحلقة الماضية من أنهم يقيسون الإمامة بمقاييس سقيفة بن ساعدة لكنهم يحسنونها إمامة محسنة يأخذون إمامة سقيفة بن ساعدة ويجرون عليها تحسينا نقول في التعابير الشعبية العراقية يدخلونها تورنا يرتبوها من جديد لأنهم أخذوا عقائدهم من منهج علم الكلام الناصبي هذا هو سبب فماذا تتوقعون أن ينتج لهم هذا المنهج منهج ناصبي قذر أسس وفقا لثقافة سقيفة بن ساعدة للشجرة الملعونة الشجرة الملعونة في القرآن هي سقيفة بن ساعدة بحسب ثقافة العترة الطاهرة ما هو مشهور عن أن الشجرة الملعونة بن أمي ورد هذا في الروايات لكن بني أمي ثمرة من ثمار الشجرة الملعونة الأصلية الشجرة الملعونة التي ذكرت في القرآن هي السقيفة بن ساعدة بن أمية ثمرة من ثمار تلك الشجرة بن العباس ثمرة من ثمار تلك الشجرة حوزة النجف وكربلاء ثمرة من ثمار تلك الشجرة بل هي من أخبث ثمارها لذا إمامنا الصادق يتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى أين يكونون في النجف وكربلاء من أنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه فهم أخبثوا من بني أمية لماذا؟ لأنهم أخذوا نفس المنهج منهج يؤتى به من الشجرة الملعونة ماذا ينتج لنا؟ هل ينتج لنا إماما كما تنتج لنا الزيارة الجامعة الكبيرة؟ منهج الأئمة في معرفة الإمامة وضعوه لنا في الزيارة الجامعة الكبيرة هذا النقع هكذا سأل الإمام الهادي علمني يا ابن رسول الله قولا بليغا كاملا أقوله إذا زرت واحدا منكم فعلمه الزيارة الجامعة الكبيرة وجعلها منهجا لمعرفة الإمامة الذي يريد أن يعرف الإمامة من منهج الزيارة الجامعة الكبيرة يتحدث مثلي والذي يريد أن يعرف الإمامة من منهج علم الكلام النصبي الذي هو من فروع الشجرة الملعونة يتكلم كما يتكلم الإيرواني كما يتكلم محمد باقر الصدر في كتبه ودروسه كما يتكلم الخوئي كما يتكلم محمد حسين فضل الله كما يتكلم محمد حسين كاشف الغطاء كما يتكلم السيستان والمراجع المعاصرون نذهب إلى فاصل عن أبي خالد الكابلي قال سألت أبا جعفر باقر العلوم صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا فقال يا أبا خالد النور والله الأئمة من أهل محمد صلوات الله عليه إلى يوم القيام وهم والله نور الله الذي أنزل وهم والله نور الله في السماوات وفي الأرض والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار وهم والله ينورون قلوب المؤمنين ويحجب الله عز وجل نورهم عم من يشاء فتظلم قلوبهم والله يا أبا خالد لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا فإذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب وآمنه من فزع يوم القيامة الأكبر في نفس هذا الاتجاه البتري الإرواني أيضا يقول من أنه إذا لم يكن هناك من خمس فليس هناك من مرجعية وحينئذ فليس هناك من تشيع فجعل التشيع مرهونا بوجود هؤلاء المراجع الأغبياء من أمثاله قطعاً التشيع الغبي مرهون بوجود المراجع الأغبياء هذا أمر لا شك فيه لكن التشيع لمحمد وأهل محمد ليس مرهوناً بهؤلاء الثولان الذين لا يعرفون إمام زمانهم التشيع بقاؤه مرهون ببقاء إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وليس ببقاء هؤلاء الثولان لكنهم يضحكون عليكم كي يسرقوا أموالكم باسم الخمس وبالمناسبة هو هكذا يقول على أي حال إذن ما نحتاج أحبائي أعزائي ما نحتاج إلى دليل من آية أو إجماع أو رواية في أي شيء في إيجاب الخمس على الشيعة لماذا؟ لأن الخمس إذا لم يكن موجوداً فليس هناك من مرجعية وإذا لم تكن هناك من مرجعية فليس هناك من تشيع هو يفضح نفسه ربط بين الخمس والمرجعية ما علاقة وجود عالم متخصص بدين محمد وأهل محمد مع وجود الخمس ما علاقة هذا بهذا؟ أنا أقول لكم العلاقة لأنهم أساساً أوجدوا المرجعية لسرقة الأموال هو هذا الآن إذا افترضنا أن المراجع لا يستلمون أموالاً لن يبقى لهم من وجود كوجودهم الحالي لكن الأئمة حينما أرادوا من الشيعة أن يعودوا إلى علماء محمد وآل محمد من علماء الشيعتهم لم يقصدوا أن العلماء بهذه الكيفية وبهذه المواصفات تحدثوا عن علماء لهم مواصفات ولم يشترطوا فيهم أن يستلموا الأخمس وأن يؤسسوا حوزة بهذه الطريقة السخيفة والتافهة والتي لا تنتج إلا التافهين والسفهاء والسخفاء أنا لا أريد أن أناقش موضوع الخمس نعم إذا ما أدخلته في السهنار في وقت لاحق سأناقش الخمس حينئذ بحسب ما هو يقول لأن الكلام الذي ذكره عن الخمس كلام شيطاني صرف هكذا يقول على أي حال إذن ما نحتاج أحباء أعزائي ما نحتاج إلى دليل من آية أو إجماع أو رواية يكفينا ما أشرت إليه من الحكم في منطقة ملء الحكم في منطقة الفراخ هذا الدليل الثالث إلى آخر كلامه رجاء اعرضوا لنا الفيديو في محل كلامنا التتريد دليل على ثبوت الخمس في فاضل المعونة أقول لك أقول لك الدليل الثالث لا آية وأعلموا أن ما غنمتم ولا الإجماع بل إذا ما أكو خموس وما بنى أنه يثبت الخموس في فاضل المعونة إذن بالتالي يعني لا مرجعية أكو بعد ولا حوزة أكو بعد ولازم عدم المرجعية وعدم الحوزة كما تعرف أن المذهب الإمامي نفسه سوف يتصدع لأن بقاء المذهب بالحوزة والمرجعية إذا لم تستمر الحوزة والمرجعية لا يمكن أن يستمر المذهب وهذه قضية برزت أو ظهرت في الفترة الأخيرة بشكل جلي حتى أن بعض علماء الاتجاه المقابل أخذوا يتأسفون ويتألمون لماذا ليس عندهم مرجعية كما عندنا ولماذا ليس عندهم هذا النظام كما هو عندنا على أي حال إذن من يحتاج أحبائي أعزائي من يحتاج إلى دليل من آية أو إجماع أو رواية يكفينا ما أشرته إليه من الحكم في منطقة ملء الحكم في منطقة الفراغ هذا الدليل الثالث يا أبو صادق و أنت عايش بالعراق و تشوف أوضاع الأكراد مرتبة ليس لأن ما عندهم مرجعية و أوضاع السنة مرتبة لأن ما عندهم مرجعية و أوضاع الشيعة طايا حظها لأن عندهم مرجعية ما هذا الأمر موجود على أرض الواقع بعد ذلك بعد ذلك هل أن العلماء من الطرف الآخر يشير إلى السنة قالوا أم لم يقولوا هل أننا نشرع على أساس ما يقولون ماذا السخف هذه الطريقة التي يضحكون بها عليكم دائما أقول ليس هناك من رواية ولا من آية تشير إلى وجوب الخمس على الشيعة زمان الغيبة أنا لا أريد أن أتحدث في تفاصيل موضوع الخمس هو هنا يتحدث عن الخمس في فاضل المؤونة لا أريد أن أدخل في هذا الخمس في فاضل المؤونة ثابت عندنا لكن الحديث هنا في زمان الغيبة في زمان الغيبة الإمام الحجة أباح الخمس لشيعته وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا هذا التوقيع بين يدي توقيع إسحاق ابن يعقوب هذه الرسالة وصلت إلى السفير الثاني بخط يد الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث الإمام وهذا هذا فعله أمتنا في زمانهم أيضاً الأئمة في زمانهم أباح الخمس وأوجبوه بحسب حكمتهم الإمام هو لا يجد لا يجد دليلاً لا يجد دليلاً وهكذا يتحدد على أي حال إذن ما نحتاج أحبائي أعزائي ما نحتاج إلى دليل من آية أو إجماع أو رواية ليش؟ لأنه إذا ماكو خموس ماكو مرجعية وإذا ماكو مرجعية ماكو تشيع لا يوجد ترابط لا علمي ولا ديني ولا واقعي بين هذه العناوين ما المراد من المرجعية؟ المراد من المرجعية أن تكون جهة على علم بالدين فما علاقة الأخماس أن تكون موجودة أم لم تكن بأن يوجد عالم بأن توجد جهة على علم بالدين يرجع إليها ما علاقة الأخماس بهذا؟ وفي أي مكان الأئمة خططوا هذا وأمروا به هذا أنتم في بدايات الغيبة الكبرى ألم يكن المراجع آنذاك يدفنون الخمس هناك اختلاف كبير فيما بينهم لم يتصرفوا في الخمس لأجل بناء مرجعيته هذه قضية اصطنعها مراجع النجف وكربلاء وبالتحديد منذ زمان جعفر كاشف الغطاء منذ زمان جعفر كاشف الغطاء صار نظام الحوزة والمرجعية بهذه الطريقة قبل قرنين من الزمان قبل ثلاثة قرون لم يكن وضع المرجعية والحوزة بهذه الكيفية التي هي عليها الآن أنا لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع موضوع الخمس موضوع الحوزة موضوع المرجعية هذا موضوع خارج عن حديثي لأنني إذا ما دخلت فيه سأحتاج إلى عدة حلقات وأنا لا أريد أن أدخل فيه الآن وإن كنت قد تحدثت عن هذه الموضوعات في برامج الكثيرة إذا كنت مراغبين في الإطلاع على هذه التفاصيل يمكنكم أن تبحثوا في برامج المنتشرة على الإنترنت فقد تحدثت عن هذه الموضوعات وبالتفصيل وبالوثائق وبالحقائق وبالأدلة وبالدقائق فلا يوجد هناك ارتباط علمي ما بين الأخماس والمرجعية والتشيع التشيع ثابت وقائم بوجود إمام زماننا المرجعية إذا كانت حقيقية لن يكون التشيع رهينا بها مرهونا بها نحن هكذا نقرأ في توقيع إسحاق بن يعقوب وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم فإنهم حجتي عليكم الإمام لم يقف عند هذه الجملة استمر في كلامه وأنا حجة الله عليه أساسا بقاء المرجعية الحقيقية نحن لا نملك مرجعية حقيقية نحن نملك مجموعة من السفهاء والسخفاء واللصوص الذين لا يعرفون إمام زمانهم يسرقون الشيعة ويقولون نحن نواب لصاحب الزمان نحن لا نمتلك مرجعية حقيقية المرجعية الحقيقية هي هذه المرجعية الحقيقية بقاؤها ببقاء صاحب الأمر وليس أن التشيع باق ببقاء المرجعية الحقيقية المرجعية الحقيقية لا قيمة لها القيمة لصاحب الأمر وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجة عليكم لو أن الإمامة سكت عند هذه الجملة كان بالإمكان أن أقول من أن التشيع رهين ومرهون بهذه المرجعية الحقيقية لكن الإمامة استمر في كلامه وأنا حجة الله عليهم إذا لا قيمة لهم هذه مرجعية طارئة هذه مرجعية عرضية هذه حجية يمكن أن تزول إما بأمر من الإمام أو أنها تزول بنفسها حينما يصاب المرجع المرجع الحقيقي الذي يرجع إليه بمرض من الأمراض يجعله عاجزا عن الاستمرار في وظيفته هذه حينما حينما يصيبه الخرف مثلا حينما يفقد الذاكرة حينما يصاب بجلطة تمنعه من الحديث إلى غير ذلك من العوائق والموانع فهذه حجية عرضية لا قيمة لا قيمة لها الحجية التي لها القيمة هي الحجية الذاتية الثابتة وهي حجيته صلوات الله عليه وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا هذا العنوان لا ينطبق على هؤلاء الأغبياء لو كان هذا العنوان ينطبق عليهم هل قالوا عن إمام زماننا ما قالوا لأنهم لم يطلعوا على أحاديث أهل البيت في تفسير قرآنهم ولذا هم لا يفقهون القرآن وفقا لأحاديث أهل البيت وإنما يتعلمون القرآن وفقا للفخر الرازي وفقا للمنهج العمري فهؤلاء لا خبرة لهم بحديث أهل البيت فمن أين صاروا رواة للحديث هؤلاء رواة لحديث النواصب نعم هؤلاء رواة لحديث النواصب هذا الكلام صحيح لكن الإمام الحجة جعل الحجية والمرجعية لمن للذين يروون حديثهم فهؤلاء فهؤلاء من البداية لا علاقة لهم بالموضوع نعم إذا كان المراد أن التشيع البترية رهين بوجود هؤلاء المراجع البتريين هذا الكلام صحيح بدرجة مئة بالمئة لأن هؤلاء هم الذين جعلوا الشيعة بتريين وهؤلاء هم الذين يضللون الشيعة عبر كتبهم العقائدية الضالة وعبر رسائلهم العملية الخائبة وعبر خطبائهم عبر الوائل وأمثال الوائل وعبر الأحزاب التي أسسوها عبر حزب الدعوة وغيره وعبر فضائيات الضلال التي ينشرون الضلال من خلالها وعبر منابر الضلال التي يرتقيها خطباء المنبر الحمير من أتباعهم كل الضلال جاء من هنا إذا كان المراد مثل ما يقول الإيرواني إذا ما كخمس ماكو مرجعية وحينئذ ماكو تشيع ماكو تشيع بتري وإلا هنيئا للشيعة إذا ما أدركوا يوما وليس هناك من مرجع بتري وليس هناك من فضائية بترية وليس هناك من خطيب مرجعي بتري وسخ هنيئا للشيعة إذا أدركوا مثل ذلك اليوم إلا أن شيعة يدفعون الأموال لإبقاء هذه المرجعيات البترية كي يعافظ لهم على التشيع البتري لهذا السبب الإمام الحجة أباح الخمس حتى لا يبقى هذا الوجود البتري لهذا السبب لهذا السبب حتى تطهر الموالد وإنما تطهر الموالد متى حينما تكون عقائد الآباء والأمهات طاهرة حينئذ تطهر الموالد إذا كانت عقائد الآباء والأمهات ليس طاهرة سيكون كسبهم حراما مالهم حراما ستتكون النطفة من حرام وحينئذ لا تطيب الموالد لهذا السبب الإمام هكذا قال وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حله إلى وقت ظهور أمرنا لماذا يبنى رسول الله لتطيب ولادتهم ولا تخبث إنما تطيب الولادة حينما تكون عقائد الآباء وعقائد الأمهات طيبة حينما تكون عقائد الآباء وعقائد الأمهات خبيثة كعقائد حوزة الطوسي إنها عقائد النواصب عقائد البترية سيترتب على هذا فتاوى خبيثة ما هي طيبة كفتاوى الرسائل العلمية لمراجع النجف الذين يجيزون لكم التلقيح الصناعي هذه فتوى طيبة أو خبيثة بغض النظر عن هذه الذين يصدرون الفتاوى من أن ذكر علي في التشهد الوسط والأخير في الصلوات المفروضة بعنوان 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 الوجوب القطعي ذكر علي يبطل الصلاة هذه الفتوى طيبة أم خبيثة هل هناك أخبث من هذه الفتاوى هذه فتاوى السستاني وسائر المراجع من الأموات والأحياء يتفقون جميعا على هذه القذارة هذه الفتاوى الخبيثة نتاج للعقائد الخبيثة في رؤوسهم وبحسب هذه الفتاوى الخبيثة سيحللون ما هو حرام مثل ما فعلوا في التلقيح الصناعي وغيره ويحرمون ما هو حلال مثل ما فعلوا في قضية إيجاب الخمس حرموا على الشيعة أن يتصرفوا في الخمس الذي أباحه الإمام وقالوا لهم هذه أموال الإمام عليكم أن تدفعوها إلى المراجع وعينما تقع في جيوب المراجع تتحول الأموال بقدرة قادر إلى أموال مجهولة المالك بهذه الطريقة يحافظ على وجود المرجعية وبهذه الطريقة يحافظ على وجود التشيع البتري كما قلت لكم إمام زماننا يتحدث عن المرجعية الحقيقية التي لا وجود لها بيننا ولا يجعل لها من قيمة حقيقية وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجة عليكم لكنه استمر في الكلام هذه حجية مرتبطة به بقاؤها ببقائه فالتشيع باق ببقاء إمام زماننا مباقي بسبب هذه الشكولات الزفرة التشيع باق ببقاء الحجة بن الحسن إنه القائم 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 بأمر الله القائم بدين الله قد تقولون ضلال الشيعة ماذا نصنع به ضلال الشيعة من عندي أنفسهم ضلال الشيعة من عندي أنفسهم هم يريدون هؤلاء السفلة أمير المؤمنين ماذا أخبرنا منذ زمان الأمير الإمام يريد للشيعة أن يفقه هذه الحقيقة هذا هو نهج البلاغة الشريف الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان رقم الخطبة 150 صفحة 148 أمير المؤمنين يحدثنا عن صاحب الأمر وعن غيبته فيقول في سترة عن الناس السترة هي الغيبة من أسماء الغيبة في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثره ولو تابع نظره ثم ليشحذن فيها في زمان الغيبة قوم شحذ القين النصر القين هو الحداد والنصر السيوف الرماح النصر الآلات الحاد ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصر تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح تتفجر ينابيع الحكمة من قلوبهم على ألسنتهم هؤلاء هم المخلصون التشيع يحفظ بهؤلاء حتى لو كانوا قلة الأمة بعد رسول الله ارتدت ولكن التشيع حفظ في سلمان وأبي ذار والمقداد وعمار وهؤلاء كان بقاؤهم بأميرهم أمير المؤمنين يقول وأنا إمامهم هؤلاء الذين حضروا جنازة فاطمة هؤلاء الزهرائيون الفاطميون الذين بهم ترزقون بهم تمطرون الأمير يقول وأنا إمامهم المنطق واحد وأنا حجة الله عليهم المنطق واحد المنطق واحد كان سلمان محدثا عن إمامه محدثا عن أمير المؤمنين إنا لا نعد الفقيه منهم فقيها من فقهاء الشيع حتى يكون محدثا فقيل أو يكون المؤمن محدثا قال يكون مفهما والمفهم محدث مفهم من الخارج من جهة إمام زمانه هذا هو منهج المرجعية عند محمد وأهل محمد وليس هذا الهراء الذي أسسه الطوسي التشيع يحفظ بهؤلاء تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح التشيع يحفظ بهؤلاء واحد بإمكانه أن يحافظ على التشيع مثلما حافظ سلمان وحافظ جابر الجعفي وحافظ المفضل ابن عمار واحد بإمكانه أن يحافظ على التشيع وأن ينقل هذا التشيع إلى الجيل القادم المشكلة ليست في الأعداد المشكلة في حمل الأمانة لنقلها إلى الأجيال القادمة المشكلة هنا حينما نتحدث عن التشيع لا بد أن تحمل هذه الرسالة عبر الشيعة إلى زمن الظهور وإلا فإن السيناريو الثانية تلاشى وسننتقل إلى السيناريو الثالث ليس مهما الأعداد هؤلاء الذين بهم يحفظ التشيع تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم هؤلاء الذين في النجف وكربلاء أي تفسير يرمى في مسامعهم إنها قذارت الفخر الرازي وقذارت سيد قوت قذارت النواصب وهؤلاء يرمون بقذاراتهم في آذانكم أنتم هذا هو الذي يجري يرمون بقذاراتهم في مسامعكم هم مراجعهم أساتذتهم يرمون قذاراتهم في مسامعهم وهم يرمون قذاراتهم في مسامعكم فهؤلاء هم الذين ما أراد الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه أن يوجد فأباح الخمسة لشيعته كي لا يجتمع هؤلاء اللصوص وإنما سيهيئ الحجة ابن الحسن أناسا بهذه المواصفات إنها رواية التقليد رواية التقليد بعينها تلاحظون الاتساق الكامل بين كلماتهم وأحاديثهم مع ملاحظتي أن منهج حوزة النجف يضعف أسانيد نهج البلاغة ويضعف توقيع إسحاق بن يعقوب ويضعف رواية التقليد ينكر تفسير الإمام الحسن العسكري جملة وتفصيل الخوئي السيستاني ومن على شاكلتهم لا شأن لي بقذاراتهم وسخافاتهم وتفاهاتهم تلاحظون الاتساق الكامل ما بين توقيع إسحاق ابن يعقوب وما جاء في رواية التقليد حينما يقول إمامنا الصادق لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد ذلك الملبس الكافر الذي هو المرجع الأعلى في النجف إنهم مراجع النجف الإمام تحدث عنهم في الرواية قبل هذه الجملة لم يترك في يد ذلك الملبس الكافر وإنما يقيض له فقيها يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب عملية التقيض هي هذه هي هذه ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصر تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح هؤلاء الذين تتفجر الحكمة من ينابيعها في قلوبهم على ألسنته ماذا السرابيت اللي تأتئون في الكلام وما يحسنون أن يتكلموا جملتين مع بعضهم بشكل صحيح وحينما يتكلمون بشكل صحيح يقدمون الضلال للناس هؤلاء مضاريط مضاريط بتمام معنى الكلمة المرجعية الحقيقية هي هذه التي يتحدث عنها أمير المؤمنين لأن الإمام يتحدث هنا عن زمان الغيبة الكبرى وهو يتحدث عن صاحب الزمان من أنه في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثرا ولو تابع نظرا ثم ليشحذن فيها في الغيبة الكبرى قوم شحذ القين النصر تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوع هو هو كلام إمام زماننا وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا الذين يلقى بالعلم في مسامعهم مثل ما يقول أمير المؤمنين لا كأحوالنا الخائبة ارتبطنا بهؤلاء اللصوص السفل الجهال الذين يتقيؤون علينا على رؤوسنا من قذارات النواصب وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم يعني أن علمهم يرتبط به وإلا كيف يكونون حجة من قبل الإمام وهم يطلعون يمسلتون مثل هذا التمسلت يعني الإمام ينصب إنا حجج مضاريط يمسلتون يمضرطون هذا هو الواقع أو لا ماذا تقولون أنتم نذهب إلى فاصل عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله الصادقة صلوات الله عليه يقول إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين قلت وما هي جعلني الله في ذاك قال قول الله عز وجل ولنبلو النقل يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرار وبشر الصابرين قال نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم والجوع بغلى أسعارهم ونقص من الأموال قال كساد التجارات وقلة الفضل ونقص من الأنفس قال موت ذريع ونقص من الثمرار قلة ريع ما يزرع وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج ثم قال لي يا محمد هذا تأويله إن الله عز وجل يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم رجاء أعيد بث الفيديو الذي عرض قبل قليل وأتمنى على المشاهدين أن يقارنوا بين منطق هذا المتحدث وبينما عردته وبينته لكم من الحقائق قبل قليل في محل كلامنا التثري الدليل على ثبوت الخمس في فاضل المعون أقول لك الدليل الثالث لا آية واعلموا أن ما غنمتم ولا الإجماع بل إذا ما أكو خموس وما بنى أنه يثبت الخموس في فاضل المعون إذن بالتالي يعني لا مرجعية أكو بعد ولا حوزة أكو بعد ولازم عدم المرجعية وعدم الحوزة كما تعرف أن المذهب الإمامي نفسه سوف يتصدع لأن بقاء المذهب بالحوزة والمرجعية إذا لم تستمر الحوزة والمرجعية لا يمكن أن يستمر المذهب وهذه قضية برزت أو ظهرت في الفترة الأخيرة بشكل جلي حتى أن بعض علماء الاتجاه المقابل أخذوا يتأسفون ويتألمون لماذا ليس عندهم مرجعية كما عندنا ولماذا ليس عندهم هذا النظام كما هو عندنا على أي حال إذن من احتاج أحبائي أعزائي من احتاج إلى دليل من آية أو إجماع أو رواية يكفينا ما أشرت إليه من الحكم في منطقة ملء الحكم في منطقة الفراغ هذا الدليل الثالث منطقة الفراغ هذا هراء جاء به محمد باقر الصدر استنسخه عن حسن البنة أنا لا أريد أن أتكلم عن هذه النقطة الآن كل مفرداته لا علاقة لها بمحمد وآل محمد منطقة الفراغ جاء بها محمد باقر الصدر من حسن البنة المذهب جاء به من النواصب أيضا لأن النواصب عندهم مذهب ومر علينا الكلام من أن الذي يصف دين محمد وآل محمد بالمذهب بنحو الإصطلاح مثل ما يفعل هو فهذا كافر بحكم الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة أنتم اقرأوها بأنفسكم الذي يكون في مواجهة بيعة الغدير هو كافر الآية صريعة في هذا فحينما نجعل دين محمد وآل محمد مذهبا نساوي فيما بينه وبين المذاهب الأخرى قد وقفنا في وجه بيعة الغدير وقفنا في وجه بيعة الغدير رفضناها لأن بيعة الغدير تقول بغير هذا جعلنا أنفسنا مذهبا كما يقول الوائل في صعيد واحد مع المذاهب الأخرى وجعلنا للدين أصولا وللمذاهب أصولا الخارج من أصول المذهب ليس خارجا من الدين وجعلنا أصول ديننا هي هي ما جعله الأشاعرة أصولا لدينهم الذين هم أنصبوا النواصب هذا هو الموجود في الرسائل العملية وفي الكتب العقائدية وفي المواقع الألكترونية لمراجع حوزة النجف وكربلا ولا يوجد شيء غير ذلك لا تصدقوا كلامي اذهبوا وابحثوا بأنفسكم لا يوجد شيء غير ذلك هذا هو الموجود كل المفردات مفردات لا علاقة لها بالدين أو جبل خمس والإمام الحجة أباحه ربط بين الخمس والمرجعية والتشيع وهو خلاف ما عليه إمام زماننا في توقيع إسحاق بن يعقوب في موضوع المرجعية الإمام جعل المرجعية قائمة بوجوده وهو يتحدث عن المرجعية الحقيقية وجعل المؤمنين والتشيع قائما بوجوده وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها يا شيعتنا إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم هذه مرجعية وأنا حجة الله عليه بقاؤهم ببقائي وبقاء التشيع ببقائي الكلام هو هو في الرسالة نفسها في آخر الرسالة وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب السحاب هم المراجع السحاب هم المراجع الانتفاع ليس بالسحاب الانتفاع بالشمس وإني لأمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء هو أمان أمان للدين وأمان للدنيا يعني السستاني مثل ما يقولون هو صمام الأمان صمام الأمان اللي سلم العراق إلى عمر موسى كي يسلمه للسعودية هو هذا صمام الأمان هذا هو صمام الأمان صمام الأمان اللي سلم الشيعة إلى رؤساء الأحزاب الفاسدين وجعل مصير الشيعة بيد رؤساء الوزراء من الأحزاب القطبية الفاسدة هو هذا صمام الأمان صمام صمام الأمان اللي سلط أسهار على الشيعة مثل ما سلط مرتضى الكشميري اللي يقيم الحفلات الراقصة في ليالي شهادة الزهراء هو هذا صمام الأمان صمام الأمان اللي سلم الحضرة الحسينية بيد عبد المهد الكربلاء وأمثاله وصهر عبد المهد الكربلاء يوقع على الأدبار أمام شباك الحسين أمام الحسين يوقع على الأدبار في مكتب المرجعية وصهر عبد المهد الكربلاء لا زال يعلو شأنه وعبد المهد الكربلاء لا زال يعلو شأنه هو هذا صمام الأمان صمام الأمان اللي أمين عام العتبة العلوية يزني بنساء موظفي العتبة العلوية ويجون يجيبون الوثائق ومحمد رضا السستاني ما يقبلي طرده لأنهم يحتاجون للفاسدين إلى أن هددوا محمد رضا أنه الروح قتله ونقتل النساء الليوية يلا عزيلا محمد رضا وبقيت العتبة من دون أمين عام إلى فترة طويلة على أمل أن يعيده لأنهم يريدون الفاسدين يريدون الفاسدين هو هذا صمام الأمان الأمان هذا الأمان هو الحجة بن الحسن التشيع باق ببقاء الحجة بن الحسن وهو وجه الله الباقي مبذول السرابيت الثولان الهتلية إلى متى تبقون مضحكة يضحك عليكم هذا الأثول وغيره وأما وجه الانتفاع في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب السحاب هؤلاء هؤلاء الثولان الذين قطعوا الطريق فيما بيننا وبين إمام زماننا هؤلاء هم الحواجز الظالمون الحواجز الظروف العسيرة الحواجز برغم كل ذلك فإن أشعة الشمس تصل إلينا وأما وجه الانتفاع به في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب بقاء الدين بإمام زماننا لا بمرجح أثول طايع حظة ولا بحوزة غبية لا تنتج إلا الأغبياء والسفهاء لماذا لا يردون علي لأن الذي أقوله حقائق ويخافون من الرد حلي أن أتوغل أكثر في كشف الحقائق هذا هو سبب وإلا عبد الحميد المهاجر حشاه لحشايا عن القوئي سووا بي لعبوا بي لعب في الإعلام أتحدى أنا يحاربونني في الخفاء يحاولون تصفية الجسدية يحاولون اختطافي هكذا يفعلون معي لا يستطيعون مواجهتي في الإعلام لماذا لا يستطيعون مواجهتي في الإعلام لأنني أتحدث بالحقائق وبالأدلة والوثائق ويخافون أن يصطدموا بي أن أتوغل أكثر وأكثر وفي الوقت نفسه هم محرجون من عوائلهم من نسائهم صدقوني هم محرجون من نسائهم ومن بناتهم محرجون من تلامذتهم لا يستطيعون أن يكذبوا على عوائلهم ولا يستطيعون أن يكذبوا على تلامذتهم وحاشيتهم القريبة يكذبون على عامة الشيعة من أن المرجعية منشغلة بأمور عظيمة وهذا الذي يطرح في قناة القمر ليس مهما ليس مهما وأنتم تقولون من أنني قد دمرت حوزتكم ليس مهما وأنتم تقولون من أنني قد أبعدت الناس عنكم فكيف لا يكون هذا الكلام مهما لأنكم عاجزون عن مواجهة الحقيقة هذا هو الأمر من آخره وليس من أوله نذهب إلى فاصل عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره هيهات هيهات ضلت العقون وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيّت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله وأقرّت بالعجز والتقصير وكيف يوصف بكله أو ينعت بكله أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يغوم مقامه ويغني غناه لا كيف وأنه وهو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواصفين فأين الاختيار من هذا وأين العقول عن هذا وأين يوجد مثل هذا أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم الإرواني يكرر الكلام نفسه وهذا الكلام الجميع يقولونه من أنه إذا ماكو خمس ماكو حوزة ماكو مرجعية وإذا ماكو مرجعية ماكو تشيع إذا كان المراد ماكو تشيع بتري الكلام صحيح لكن إذا كان الحديث عن التشيع المهدوي الأصيل فهذا قائم بإمام زماننا وليس قائما بهؤلاء الحثالة رجاء أن أعرضوا لنا التسجيل الصوتي للإرواني في نفس المضمون إذا ماكو خمس يا أخي ما أكو إذا ماكو خمس يا أخي ما أكو كمل حوز ماكو وإذا حوز ماكو هذا واقع أقول لك تشيع يعني ماكو فإن بقاء التشيع بمن هذا كواقع متى ما ضعفت الحوزة والمرجعية ضعف التشيع وإنما بقيت تشيع بمن بالحوزة والمرجعية هذا واقع حال وقد اعترف بذلك أيضا أعداؤنا لكن بقضع النظر هذا واقع هذا بلا أجل لا أريد أن أعلق أكثر مما علقت قبل قليل لكن هناك نقطة واحدة أريد أن أشير إليها واضح من كل الكلام من أن المرجعية شأن دنيوي صرف فقيامها بالأموال ما هي بشأن ديني حتى تكون متقومة بالإيمان لو كانت حقيقة دينية لتقومت بالإيمان ولتقومت بالعلم أما المال قطعا قطعا المال نافع وضروري لكن الموارد لا بد أن تكون صحيحة موارد المرجعية موارد حرام يشرعون الأخماس بخلاف ما يريده إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ويضحكون على الشيعة نفسه هو الإيرواني وهو يتحدث عن زهده بالمرجعية يصف المرجعية بأنها شأن دنيوي هو هكذا يقول ماكو داعي أن أهتم للدنيا وأريد أصير مرجع انتبهوا لهذه الكلمة ما كان في الجنان يظهر على فلتات اللسان هو عارف بأن المرجعية شأن دنيوي صرف لا علاقة لمرجعية مراجع حوزة النجف وكربلاء لا علاقة لها بالدين لا من قريب ولا من بعيد حتى عندهم هم الشيعة حمير المراجع يعتقدون أن المرجعية شأن ديني إذا أردنا أن نرفع الستارة عن الحقيقة فإن المرجعية شأن دنيوي قذر إلى أبعد الحدود رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو إذن ما هو العلاج حتى لا نبتلي حتى لا نبتلي بمثل هذا المراض أنا أبين لك ثلاث علاجات بسيطة العلاج الأول التعقل والتدبر شوية واحد يتدبر الله طانع عقل ماكو داعي أنا أهتم للدنيا وأريد أصيرا ما أرجع ما أريد يرمومه شنها المسؤولية الذي أنا شايلها هذا عبئ خليني براحتي أنا أنت تحبني وذاك يحبني وأحبني الكل أو يحترمني الكل أو ما يحجي علي الكل إذا أردت أصيرا ما أرجع أول أقدر قدها أنا يا أخي صعب يا أخي إدارة صعبة خصوص في زماننا هذا هو راح ديش المحبة الذي بيناتنا راح تروح إذا شنها اللذة هذه هو واحد شوية يضع لي يتدبر هذه قضية مهمة في هذا المجال إذا كانت المرجعية قضية دينية وكان المراجع نوابا لصحب الزمان فلماذا يصفها بأنها أمر دنيوي ولماذا تسبب العداء وذهاب المحبة هذه هي حقيقة المرجعية إنهم يتهارشون عليها تهارش الكلاب على الجيف كلاب تتهارش على جيفه هذا هو واقع المرجعية في النجف وكربلا التهارش التهارش الآن بين آل الشرازي قد بلغ أوجه عندي من المعلومات والتفاصيل لا أجد مناسبة لذكرها ربما سأذكرها في مناسبة أخرى هناك صراع محتدم ما بين صادق الشرازي وحسين الشرازي ولده الذي يفترض أن يكون المرجع القادم إنه صاحب الكلمة الذهبية نحن رجال الدين تغواطنا في الدين قولوا فعل هؤلاء فريق يتهارش مع الفريق الآخر مع أولاد محمد الشرازي أولاد أخيه أولاد الإمام الشرازي والحكاية هي هي الآن في أجواء النجف لأن الجميع يتوقعون موتى السيستاني بدأوا يتحركون مثلا أن يوسع مكاتبهم أن يوسع البرانيات أن يغير أثاثها أن يهيئ وكلاء جدد أن ينتقل من براني في منطقة ليست مهمة إلى براني في منطقة مهمة في النجف وهكذا هناك نشاط محموم مع مؤامرات ومقالب لماذا؟ لأن المرجعية أمر دنيوي قذر ولذا يتهارشون عليه تهارش الكلاب على الجيات لأنها أمر دنيوي لذلك تسبب العداء حينما يقول أراح ذيك المحبة الذي بياناتنا راح تروح هذه حقيقة المرجعية شأن دنيوي قذر 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 إلى أبعد الحدود لو كانت المرجعية محلا لتأييد الحجة بن الحسان هل أصبح حال المراجع هكذا أن يتهارش تهارش الكلاب على الجيات هل أصبح حال الشيعة هكذا مجموعات مجموعات يعادي بعضها البعض هل كانت عقائد أهل البيت تطرح بهذه الطريقة التي تطرح بها على المنابر وفي الفضائيات وفي الدروس الحوزوية الإمام الحجة أوكل أمورهم إلى أنفسهم لأنهم مخوش أواد هتلية سرسرية أوكل أمورهم إلى أنفسهم فضلوا وأضلوا الشيعة معهم وهذا الواقع عليه الشيعة منذ سنة 448 للهجرة وإلى يومنا هذا الهراء والضراط في زمان الطوسي هو هو الهراء والضراط في زماننا هو هو لم يتغير شيء وهذا أدل دليل على أن الإمام حينما خاطبهم في ذلك الوقت مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هذه الوقائع والحقائق أدل دليل على أن خطاب الإمام لا زال مستمرا إلى يومنا هذا نذهب إلى فاصل عن عبد الرحمن بن كثير قال كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال أخبرني جعلت في ذاك متى هذا الأمر الذي تنتظرونه فقط طال فقال يا مهزم كذب الوقات وهلك المستعجلون ونجى المسلمون وإلينا يصيرون عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب فلسنا نوقت لأحد وقت رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الخمطية من الخمط لأن الإرواني يعلم تلامذته طريقة خمطي ولفطي ونهبي الأموال الأموال المجهولة المالك كان يتحدث عن أموال البلدية وعن أموال الدولة فهو يعلمهم طريقة الخمط فمن هنا أسميتها وأطلقت عليها هذا العنوان إنها الوثيقة الخمطية رجاء أن أعرضوا لنا هذه الوثيقة إنها وثيقة مرجعية نجفية سيستانية إروانية صرفة الوثيقة الخمطية سهايها مات ماذا فرد فائد احتياجة بيننا التي تحتيوها فرد مرة للناس مجهول المالك رعا ياه الذي افتحامت شلون يا الله فلأن المرجع الأعلم استعمل لغة الجسد لم يصرح وإنما استعمل لغة الجسد مجهول المالك ياه الخمطة لهذا السبب أنا سأدرس لغة جسده في هذه الوثيقة أهم اللقطات التي تتعلق بحديث أهم اللقطات ثلاث لقطات ثلاث لقطات سأحاول تحليلها بحسب لغة جسده ثلاث حركات الحركة الحركة الأولى رجاء اعرضوها لنا الحركة الأولى رجاء أعيد عرضها هذه الحركة رجوع للوراء بقوة وثبات وبقاء على حالة الرجوع مع حركة اليد إلى الوراء والنظرة الجامدة التي قد تسمى بالنظرة البلهاء التي لا تخترق ولا تقرأ بسهولة سأعيد عليكم الحركة إذا دققتم النظر في عينيه فإن بؤب العين جامد لا يتحرك هذه نظرة جامدة يقال لها نظرة بلهاء لأننا لا نستطيع قراءتها هو أغلق الطريقة أمامنا ما في المكنون تفضحه العيون في بعض الأحيان يستطيع الإنسان أن يغلق هذه النوافذ حينما تكون النظرة جامدة وهذه القضية في بعض الأحيان قد تكون لا إرادية يعني ليست باختيار الإنسان مضمون الفكرة المسيطرة على الإنسان مع تأثيرات بعض الهرمونات في جسد الإنسان وما بين الشعور واللا شعور تنتج حركات لا إرادية أنا لا أريد أن أدخل في كل هذه التفاصيل أنا سأحلل لكم لغة جسده فقط في هذه الحركات الثلاثة رجاء أعيدوا لنا الحركة الأولى هكذا كتبت عنها رجوع للوراء بقوة وثبات وبقاء على حالة الرجوع مع حركة اليد إلى الوراء والنظرة الجامدة أو والنظرة الجامدة القراءتان صحيحتان والنظرة الجامدة التي قد تسمى بالنظرة البلهاء التي لا تخترق ولا تقرأ بسهولة البؤبؤ بؤبؤ العين جامد لا يتحرك لا تحكوها فادمر للناس هكذا قال لهم لا تحكوها فادمر للناس الخلاصة إيجاد فاصل وعازل هكذا يقول لهم من خلال لغة جسده عليهم أن يوجد فاصلا وعازلا فيما بينهم وبين الناس تكتموا على هذه المسألة بشدة على قضية خمطي ولفطي ونهبي وسلبي وأكلي وعلسي وقضمي الأموال المجولة المالك رجاء أعيدوا لنا الوثيقة الخمطية سهي همات ماذا فرد فائد حتى أيب بينات اللي تحكوها فرد مرة للنعاس مجهول المالك رعا ياه الذي افتح متشلون يولا الحركة الثانية حينما فتح يديه رجاء أن اعرضوا لنا الحركة الثانية هو يتحدث هنا عن أن المال هو مجهول المالك حركة اليدين لها دلالة وانظروا إلى تقاطيع وجهه الحركة الثانية وضع اليدين بحركة مفتوحة إشارة إلى وجود مجال مفتوح للتصرف إنها حرية كاملة يخاطبهم بلغة العيون بنظرات عينيه إنها غنائم ومن دون مسؤولية هناك ابتسامة صفراء إنها ابتسامة ابن آوى هذه ضحكة الواوي هذه سمونا ضحكة الواوي ابتسامة ابن آوى هناك ابتسامة صفراء مركبة ما بين الخبث والمكر والفرح إنه فرح داخلي غامر للاستيلاء على الأموال بحجة دينية ومن دون مسؤولية هكذا ينقل لهم هذا الشعور ابتسامة صفراء مركبة ما بين الخبث والمكر والفرح والسخرية بالناس الذين لا بد أن يضحك عليهم بإبعادهم عن الحقيقة لا تحجوها فادمرة للناس هناك استبطان واضح لحالة الاستهزاء بالواقع دقق النظر في هذه الحركة رجاء أعيد بث الحركة أعيد بث الوثيقة الخمطية سهايهمات ماذا فرد فائد احتي أي بينات اللي تحجوها فرد مرة للناس مجهول المالك بعد ياه الذي افتهمت شلون يا لا الله اقرأ مرة ثانية وضع اليدين بحركة مفتوحة إشارة إلى وجود مجال مفتوح للتصرف إنها حرية كاملة يخاطبهم بلغة العيون إنها غنائم ومن دون مسؤولية هناك ابتسامة صفراء مركبة ابتسامة ابن آوى ضحكة الواوي هذه ما بين الخبث والمكر والفرح إنه فرح داخلي غامر للاستيلاء على الأموال بحجة دينية ومن دون مسؤولية ما بين الخبث والمكر والفرح والسخرية بالناس الذين لابد أن يضحك عليهم بإبعادهم عن الحقيقة لا تحشوها فد مرة للناس هناك استبطان واضح لحالة الاستهزاء بالواقع الحركة الثالثة رجاء أن اعرضوها لنا أتمنى عليكم أن تلتفت إلى حركة يده وإلى تقاطيع وجهه وإلى عينيه إلى عينيه ستلاحظون أن الجفنين يقتربان من الانطباق أعيد الحركة رجاء هكذا كتبت بخصوصها الحركة واضحة يفهمها حملة شهادة الدكتوراه هؤلاء الجحوش الذين يجلسون تحت هذه المنابر ذول لازم يكتبونهم دال نقطة جيم نقطة الدكتور الجحش الحركة واضحة لللفط والخمط إنه القضم وبأي طريقة هناك نظرة مستذئبة سأعيد بث الحركة الثالثة رجاء أن أعيد بثها هناك نظرة مستذئبة ولذا بنحو لا إرادي هناك حركة في الجفون تجعل الجفون قريبة من الانطباق لماذا لتضييع الحالة المستذئبة هذه حركة لا إرادية فحينما تظهر حالة الاستذئاب عند الإنسان الماكر فإن أعصابه وإن الإختلاجات في بدنه ما يسمى عندنا في أحاديث أهل البيت بالإختلاجات وبفن الإختلاج لمعرفة حركة واختلاجات أجزاء الجسم مذكور هذا في الروايات تدفع الجفنين للانطباق لإخفاء هذه النظرة بحركة لا إرادية هو شي يقول لهم افتهمت شلون لو لا افتهمت شلون تخمط شلون تصير ذيب هؤلاء هم الذين وصفتهم الروايات من أنهم ذئاب وعليهم ثياب نذهب إلى فاصل عن زائدة بن قدامة عن عبد الكريم قال ذكر عند إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الخائم فقال أن يكون ذلك ولم يستدر الفلك حتى يقال مات أو هلك في أي واد سلف فقلت وما استدارة الفلك فقال اختلاف الشيعة بينه وعن جابر الجعفي عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه يخاطب جابرا يا جابر لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدون ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء المراد ليس هناك من طرف على الحق ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء وينادي مناد من السماء وعن إمامنا الباقري أيضا صلوات الله وسلامه عليه يجيب على سؤال لجابر الجعفي متى يكون هذا الأمر فقال أن يكون ذلك يا جابر ولما تكثر تكثر القتل بين الحيرة والكوفة رجاء اعرضوا لنا الفيديو الأصل الذي أخذنا منه الوثيقة الخمطية وهكذا إذا فرض أن البلدية أو الدولة هدم الداري قص هذا القص الذي يصير إلى آخره للشارع شوارع تفتحه يعوضون الدولة ماذا تعوض ماذا يقول الفقهاء يقولون هذا التعويض شنو هو مجهول المالك وشلون نقسم سهي همات ماذا فرد فائد احش عيب بيناتنا لا تحجوه فرد مرة للناس هذه الأموال أطتها بيتنا بيت والدي ماذا احنا بلع معرجة وهدمو وقطوا فلوس اي الفلوس شنو مجهولة المالك شلون تقسم مجهولة المالك ياه الذي افتهمت شلون يولا بعد لا تقل لتقسيم الاف مجهولة المالك ياه الذي خذاء لكن طبيعي بإجازة الحاكم ماذا الشرع حين اذن رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الخمطية الخمطية الجزء الجزء الثاني والخمسين طبعة دار احياء التراث العربي بيروت لبنان يتحدث عن آخر الزمان فيقول وتفقها لغير الدين الذين يطلبون المرجعية يطلبون الدنيا فهم لا تفقهون للدين واساسا اي فقه هو هو فقه الشوافع هذا وتفقها لغير الدين مثل ما بيّن لنا الارواني من ان المرجعية شأن دنيوي وتفقها لغير الدين وآثروا عمل الدنيا على الآخرة بالضبط هي هذه المرجعية ولبسوا جلود الضأن الضأن يعني الأغنام ولبسوا جلود الضأن على قلوب الذئاب هذه النظرة المستذئبة اخذ معناها من هنا من تفاصيل الروايات وقلوبهم أنتنوا من الجيث هذه الجيث التي يتهارشون عليها وقلوبهم أنتنوا من الجيث لأن قلوبهم متعلقة بالجيث التي يتهارشون عليها فستكون قلوبهم أنتنوا من الجيث وقلوبهم أنتنوا من الجيف وأمر من الصبر أقرأ عليكم النص مرة أخرى عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وتفقها لغير الدين وآثروا عمل الدنيا على الآخرة قدموه ولبسوا جلود الضأن جلود الأغنام على قلوب الذئاب وقلوبهم أنتنوا من الجيف وأمروا من الصبر هؤلاء هم الذين تحدث عنهم رسول الله في وصيته لابن مسعود يا ابن مسعود علماؤهم وفقهاؤهم خونة فجرة هؤلاء هم الذين تفقهوا لغير الدين وآثروا عمل الدنيا على عمل الآخرة ولبسوا جلود الضأن على قلوب الذئاب هؤلاء هم هؤلاء هم يا ابن مسعود علماؤهم علماء آخر الزمان وفقهاؤهم خونة فجرة ألا إنهم أشرار خلق الله أقرأ عليكم من الجزء الرابع الرابع والسبعين من بحار الأنوار للمجلس وطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان يا ابن مسعود يا ابن مسعود علماؤهم وفقهاؤهم خونة فجرة هلا إنهم أشرار خلق الله وكذلك أتباعهم ومن يأتيهم ويأخذ منهم ويحبهم ويجالسهم ويشاورهم أشرار خلق الله من هنا أقول لكم نظفوا عقولكم من قذاراته وابتعدوا عنه هذا ما هو كلامي هذا كلام رسول الله وهذا كلام أمير المؤمنين هذا ما هو كلامي ما أقوله لكم بتعابيري هي روايات وأحاديث ما هو من إنجائي يا ابن مسعود علماؤهم وفقهاؤهم خونة فجرة إنهم هم هم ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هذا هو تقييم إمام زماننا لأكثر مراجع الشيعة سنة أربعمية وعشرة هسه القضية صارت أسخامه الطام هذا سنة أربعمية وعشرة مذجنح كثير منكم ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هؤلاء هم الخونة الفجرة يا ابن مسعود علماؤهم وفقهاؤهم خونة فجرة ألا إنهم أشرار خلق الله وكذلك أتباعهم ومن يأتيهم ويأخذ منهم ويحبهم ويجالسهم ويشاورهم أشرار خلق الله إلى أن يقول رسول الله صلى الله عليه وآله يا ابن مسعود يا ابن مسعود لا تجالسوهم في الملأ فيما بين الناس ولا تبايعوهم في الأسواق هؤلاء قمامة ابتعدوا عنهم بقدر ما تستطيعون سيسرقونكم سيضحكون عليكم يا ابن مسعود لا تجالسوهم في الملأ ولا تبايعوهم في الأسواق ولا تهدوهم الطريق ولا تسقوهم الماء نحن نسق الحيوانات الماء لكن هؤلاء لا يسقوا هذا كلام رسول الله ما هو كلام يتحدث عن فقهاء وعلماء بهذه المواصفات بحسب التفاصيل التي مرت تنطبق على الموجودين أو لا تلك مشكلتكم ما هي مشكلتي أنا عرضت الحقائق التطبيق يعود إليكم إلى هنا انتهى القسم السادس من التطبيق الثاني وإلى هنا ينتهي التطبيق الثاني الذي عنوانه المرجع الجديد محمد باقر الإيرواني أنا ما أدخلته إلى سنار القمر لحد الآن هذه مقدمات قاط خفيف هذا مزاح شقة إذا أدخلته إلى السنار الويل له الويل له إذا سنحت فرصة في الأيام القادمة ربما سأعود إليه كي أدخله في سنار القمر نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي يكون الحديث في التطبيق الثالث أسألكم الدعاء جميعا في عمان الله